وارجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد زي نتكلم على مصطفى شوبير بس قبل ما اتكلم على مصطفى شوبير من الناحية الفنية خايا اتكلم معكم منطقة الصراحة اي حد عنده مشكلة مع احمد شوبير او عنده مشكلة مع الاعلامي احمد شوبير او لعب كرة احمد شوبير او ايا كان المرحلة من المراحل اللي هو اختلف فيها مع احمد شوبير لازم ينحي هذا الخلاف جانبا لانه من الظلم البين والغبن ان انت تظلم مصطفى شوبير لاختلافك السابق او لو عدم توافقك مع احمد شوبير انت بتحبه فحبيت ابنه ده خير وبركة ما بتحبوش او عنده خلاف معاه فما تظلمش ابنه بعلقتك بيه او برؤيتك ليه او بتقيمك لحمد شوبير لانه في الاول وفي الاخر مصطفى بما لا يدع مجال للشك وبكل الانصاف والموضوعية وحق ربنا هو اثبت انه جدير وقادر على حراسة مرمى النادي الاهلي وعلى انه يكون متواجد فيه صفوف منتخب مصر من فترة ما هياش يعني قليلة ما شفتش لعيب صعد وتحديدا في مركز حراسة المرمى قادر انه هو يظهر ويطلع طلع جمدة بالشكل اللي طلع فيها مصطفى شوبير يعني ما افتكرش ممكن اكون انا مخطئ ممكن اكون انا ناسي بس انا ما افتكرش قريب شفت حد كده لما تيجي بص على ظهور مصطفى في الفاينل بتاع افريقيا السنة اللي فاتت في ماتش الزهاب في ملعب متقفل في ظروف صعبة جدا وقدم اداء هايل ومن ساعتها لغاية النهاردة بتتكلم على ستة كلينشيت في دوري ابطال افريقيا منهم ثلاث ماتشات خارج الارض بتتكلم على تصدي اعجازي مبارح ودي مش مبالغة هو تصدي اعجازي مبارح في ماتش مازمبي تصدي كان لو دخل لو الكرة دي دخلت او الجلدة دخل ولا اي حد يقدر يلومه بالتأكيد لما ترجع 1-0 غير لما ترجع 0-0 اللي فارق كمان معايا في مصطفى حتى في ماتش الزمالك رغم اندخل فيه هدفين بس هدفين فوجة نظري لا يوسأل عنهم وغير كده شال اكتر من كرة مهمة جدا حتى كرة الاولانية بتاعت سيف الجزيري هو كان مطلحة وتعمل معها بشكل جاي جدا طبيعي ومفهوم ان بيبقى فيه بعض المشحنات وبعض المضايقات او بعض التحفيل اللي يعني في الحدود الطبيعية ان مثلا جمهور الزمالك بيبقى عايز يعني يجي على مصطفى شوية وجمهور الاهلي بيجي على العيب تاني في الزمالك شوية ده طبيعي ومعروف ومش هيخلص وطالما هو في الحدود الطبيعية بتاعة النكش الجميل اللطيف التحفيل الحلو اللي موجود طول عمرنا وبنشوفه في اي بيت وفي اي عيلة عشان احنا برضو بينا مقفورين الدنيا او الفترات اللي فاتت زيادة عن اللزوم يعني الجماعة احنا بنتبسط وبنستمتع كلنا ده تمام يعني مفوش مشكلة ولكن انك تاخد ده بقى وتطلع بيه المرحلة ان لا ده مصطفى هو عمل ايه ده مصطفى ده تعبان ده مصطفى ده مجاش ده مصطفى ده محظوظ ده لا لا بصراحة الراجل الفترة اللي فاتت عجبني جدا ان شخصية مصطفى عجبني جدا ان هو بيلعب بثبات فعالي هايل تحس ان هو عنده شخصية وثقة عنده شخصية هادية في الملعب اللي وصلني برضو ان مصطفى حس ان هو لسه ما عملش حاجة فهو بينزل كل مطش بينزل كل لقاء مركز ان هو يطلع بقى حسن شكل ممكن لانه حس ان لسه ما عملش حاجة وغير طبعا ان هو اكيد حاطت في بيلو الشناوي راجع فهو فاهم كويس قوي معنى ايه ان محمد الشناوي حارس مرمى مصر الاول وحارس مرمى النادي الاهلي الاول راجع فهو فاهم ده معنى ايه فهو فاهم ان الوضع مش هيفضل زي ما هو كده فالمنافسة هتبقى شارسة جدا وشديدة جدا مع افضل حارس مرمى في مصر فهو مركز ووضح جدا التركيز عليه ده في ارقام السؤال بس الاخير او النقطة الاخيرة اللي اقفل بيها الجزئية دي بعد موجه تحية كبيرة جدا جدا لمصطفى الشبير على اداء خلال الفترة اللي فاتته على اداءه تحديدا مبارح لان رجل المباراة الاول بلا منازع يعني هو بالنسبة لي بطل موقعة مازينبي مبارح الحاجة اللي اقفل بيها هي نقطة علامة استفاهم بالنسبة لي في فكرة التهديف او معدل الاهداف اللي بتخش الشباك الاهلي ما بين دولي ابطال افريقيا وما بين الدوري يعني تيجي بص على الدوري اخر 4 لقاءات البنك الاهلي امبي زد الزمالك الاهلي داخل فيه كم جول داخل فيه 8 اهداف في 4 لقاءات بمعدل هدافين في كل ماتش تيجي تروح لافريقيا 6 ماتشاط منهم 3 ماتشاط خارج الارض الاهلي ما دخلش فيه ولا هدف كلينشيت رقمته قف قدامه شديد الايجابية في دوري ابطال افريقيا ولكنه شديد السلبية في دوري المحلي السبب ما عنديش تفسير اللهم الا تفسير وحيد ممكن اتوقعه او اتخيله هو ان ممكن يكون معدلات التركيز في لقاء لقاءات افريقيا اعلى عند اللعيبة لان ممكن تكون دي هي البطولة اللي هم يعني بيركزوا فيها اكتر بيطمحوا اليها اكتر فيها الركوجنيشن الاجبر فيها يعني ما تعرفش انا ده برضو مش داخل جواد ماغيتهم بس ده التفسير الوحيد اللي قدامي لان ما ينفعش اكون انا بطلع في افريقيا ست ماتشات منهم تلات ماتشات خارج الارض في الملاعب صعبة جدا اخيرها مازمبي وبقى في الدوري بيخش فيها تمن اهداف اربع ماتشات دي ملاحظة مهمة جدا ولكن يبقى مصطفى شوبير هو واحد من اهم نجوم الاهلي خلال الفترة اللي فاتت عبر عن نفسه بمنتهى البراعة منتهى الشخصية قوية يستحق ان يكون موجود فيه منتخب مصر في المعسكرات القادمة زي ما ضموا كابتن حسام حسن في المعسكر السابق وعليك ان تفصل تماما بين احمد شوبير ومصطفى شوبير لانه من الظلم انك ما تديش لمصطفى شوبير حقه والتحية اللي المفروض تتوجهله على الاداء اللي هم قدمه مع الاهلي خلال الفترة اللي فاتت